أرزت تلال اللقاء على توضيح رؤية مصر المتوافقة مع رؤية أشقائها العرب في التعامل مع الأزمة وأكدت على ضرورة مراعاة عناصر عنصر الوقت في التعامل مع مستجديتها المتسارعة وإن أحداث القتل المؤسفة التي تشهدها غزة لا يمكن تبريرها وإننا لن نقبل الدخول في جدل لا طائل منه أو قبول محاولة تبرير هذه الممارسات المدانة باعتبارها إعمالا للحق الشرعي للدفاع عن النفس فسياسة العقاب الجماعي واستهداف إسرائيل للمدنيين والأبرياء والمنشآت المدنية والطبية وفرق الإنقاذ الإضافة لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم لا يمكن أن تكون دفاعا شرعيا عن النفس بأي حال إن مصر تبزل كل ما في وسعها لضمان استقبال المساعدات وإدخالها إلى خطاع غزة وتقديم العون في علاج الجرحة المدنيين وستستمر في جهودها ذات الصلة رغم العرقيلة الكبيرة والمتعمدة التي تواجهها وفي هذا السياق قددت على حتمية تحقيق توافق فوري وشامل ووقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة دون قيد أو شرط وأن تقلع إسرائيل عن مخلفاتها المتكررة لقواعد القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب ومضاعفة العمل لتأمين نفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة شكرا